ثم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبيل الرشاد الحمد لله الذي أخذ بنواصينا إلى الحق وقاد الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كان لنا إليه من غير الله من هاد الحمد لله الذي أنعم وتفضل وجاد ورزق الماء والزاد وآتانا من كل ما سألناه وزاد الحمد لله الذي نصر جنده في كل سهل وواد الحمد لله الذي هزم وأهلك ودمر إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وخلفهم الذين جابوا الصخر بالواد والذي قال أنا ربكم الأعلى ذو الأوتاد وكل من طغى وتجبر في البلاد وعاث في الأرض الفساد الحمد لله مالك يوم التناد الحمد لله الذي رحمته هي أملنا ورجاؤنا للنجاة في يوم المعادة ثم الصلاة والسلام على سيد ولد آدم خير الأنام محمد ابن عبد الله ابن عدنان سليل الحسب والنسب رفيع المقام الهاد البشير الإمام الذي جلا بهديه وشرعه عن هذه الدنيا الظلام وتبددت سحب الشرك وانزاح الغمام وانتشرت في الأرض الطمأنينة والأمن والسلام حتى أصبح الراكب يمشي من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الرحمن والذئب على الأغنام فاللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي المغوار الهمام اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد عدد ما قد مضى وحوى وعدد ما قد بقي ويحوي من الطيبات في عمر الأيام ورضي الله عن صحابة رسول الله الكرام الشجعان الذين عزروه ووقروه وفدوه بأغلى الأثمان وجعلوا من أحشائهم وأشلائهم له دروعا وجدران وحملوا الحق الذي جاء به إلى كل قاص ودان فلما اعترضتهم فارس والرومان اصطف خلف أبا عبيدة وسعد وعمر وخالد جند الرحمن وأنسوا قيصر وكسرى وساوس الشيطان وحولوا أحلامهم في أن يعبدوا من دون الله في أرض الله إلى أوهام وجعلوا عروشهم وممالكهم هشيما وحطام وعلوا وعزوا بعزة الله وملك الدنيا والأديان فاللهم ارضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن علي والعشرة وأصحاب الشجرة وعنا معهم وعن من تبعهم ووالاهم إلى يوم الدين بإحسان اللهم آمين ثم أما بعد يا أهلي ويا عشيرتي ويا عترتي ويا قومي ويا أحبابي فإن عنوان قطبة ما حضراتكم اليوم وهو البواب رقم خمسة الجنة يا إخواني لها خمسة أبواب رئيسية باب الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله باب الصلاة باب الزكاة باب الصيام وها نحن ذا على عتبات البواب رقم خمسة من بوابات الجنة بوابة الحجة آخر مرة كانت أبواب الجنة مفتوحة كان متى في رمضان ومع بزوغي أو مع غروبي مغربي يوم التاسع والعشرين من رمضان أغلقت أبواب الجنة مرة أخرى غير أنها بعد أسبوعين أو أكثر قليلة ستفتح مرة أخرى لكن الفرق أن أبواب الجنة في رمضان تفتح لكل أمة محمد أما هذه المرة فإنها تفتح لمجموعة أو أناس معينون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفتح إلى أولئك الذين سيكونون في حضرة الرب العلي جل وعلا ضيوف الرحمن الذين سيحجون أسأل الله أن يجعلنا منهم إن شاء الله إن لم يكن في هذه السنة ففي السنة القادمة إن شاء الله آمين يا رب العالمين لكن من حكمة الله ورحمة الله وسابق علمه أنه يعلم أن الأمة كلها لا تستطيع أن تحج مرة واحدة الآن أنت تتحدث عن مليار ونصف المليار مسلم كلهم تهوى أفئدتهم إلى البيت الحرام ولذلك من رحمة الله عز وجل فتح من هذه البوابة رقم خمسة من بوابات الجنة التي مخصصة للحجاج وكما تعلمون إخواني الحاج إذا حج ويعني لم يرفث ولم يفسق رجع من حجته أو من حجته كيوم ماذا؟ كيوم ولدته أمه يعني إذا مات على ذلك من أهل الجنة إن شاء الله أقول يا إخواني من رحمة الله أنه فتح لنا من هذه البوابة الرئيسية من بوابات الجنة من البوابة رقم خمسة باب فرعي يستطيع غير الحجاج أن يدخل منه أيضا ويلجو إلى الجنة بإذن الله تعالى هذا الباب الذي يتفرع من الباب الكبير من البوابة رقم خمسة هو باب الأضاحي الأضاحي عباد الله اعلموا يرحمني ويرحمكم الله أن الأضاحي لها عند الله قدر عظيم أنا أقف محتار أمام القرآن الكريم وربنا عز وجل يتحدث عن الهدي والقلائد الله سبحانه وتعالى غضب على قريش في صرح الحديبية من شيء واحد ذكره في القرآن الكريم هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام والهدي أن يبلغ يش محله الرسول صلى الله عليه وسلم طلع مع جمع من الصحابة قاصد البيت الحرام فمنعته قريش فغضب الله من هذا المنع وغضب من هذا الهدي الذي كان ذاهبا إلى البيت الحرام ليذبح هناك ليكون هديا لله عز وجل ويوزع على عباد الله الفقراء فالأضاحية إخواني لها عند الله مكانة عظيمة لا تستهين بها أبدا تعالوا نخوض فيها طبعا هي عالم يعني لو تقرأ فقه وأحكام الأضاحي تتوه بين العلماء والفقهاء تعالوا نبدأ باسمها أول شيء لماذا تسمى أضحية؟ قالوا أهل العلم لسببان أو سببين السبب الأول لأن هناك حيوان ضحى به من أجل الله عز وجل والسبب الثاني هو أنها تذبح في وقت الضحى هذا رقم واحد حكمها ما هو حكمها؟ اختلفت أو اتفقت أمة محمد من زمان رسول الله إلى يومنا هذا على أنها مشروعة المشروعية لا أحد يختلف فيها لكن العلماء اختلفوا في حكمها فذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه على أنها واجبة ومن يتركها آثم وعلى فكرة عند أبو حنيفة صلاة العيد واجبة ومن لا يصليها فهو آثم ولذلك قرن هذه بهذه ووافقه الليث بن سعد والإمام الأوزاعي على ذلك غير أن جمهور العلماء ومن بينهم الإمام المعظم المبجل الإمام مالك الإمام أحمد وشيخنا الشافعي وإمامنا اختلفوا مع أبو حنيفة ويرون أنها سنة وليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة يا إخوان إذن هي سنة يا إخوان هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء فالذي يفعلها يؤجر والذي يتركها يعني يكون ترك خيرا عظيما لكنه لا يأثم غير عند أبي حنيفة يعني الإخوان الأحناف يعني سبحان الله يقدسون هذا الشيء جزاهم الله خيرا يعني هذا بالنسبة لحكمها سنة مؤكدة طيب أخواني وقتها متى نضحي العلماء أيضا يختلفوا في هذا الشيء منهم من قال أنها تجد يعني من الممكن أن يذبح بعد صلاة الفجر مباشرة ومنهم من قال لا بعد أن يصلي الإمام الحاكم يعني سواء كان مملكة يعني حتى في زماننا هذا لا بد أن يصلي الحاكم أو الإمام ويذبح الإمام ثم يذبح الشعب بعده بعض الفقاء ذهبوا إلى هذا الشيء لكن الإمام الشافعي ذهب إلى يعني ما هو أيسر من كل هذا الإمام الشافعي يرى أن وقتها هو عند الشروق وبعد مضي وقت الصلاة صلاة العيد أو صلاة العيد وخطبة العيد سواء صلى المضحي أو لم يصلي على اعتبار أن الصلاة سنة إذن نقول وقتها وقت الأضحية بعد شروق الشمس يعني أنا أذكر لكم شيء وقت الشروق في هذا اليوم في يوم النحر القادم هذا سيكون عند الساعة السادسة وثمان وخمسين دقيقة هذا وقت الشروق والضبط طبعا تعطيها كم؟ 15-20 دقيقة صح؟ بعد 20 دقيقة دخل وقت صلاة العيد الرسمي يعني بغض النظر متى يصلي الناس يعني بعد 20 دقيقة من وقت الشروق يكون الوقت دخل أعطيها 30-40 دقيقة صلاة وخطبة إذن على الساعة السابعة 45 بالكثير الساعة الثامنة يوم النحر هذا وجب وقت النحر إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يبلغنا هذا الفضل العظيم ثم ننتقل الآن إلى يعني ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية وشروط التي يجب أن لا تكون في الأضحية تعالوا نبدأ بالعيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجتنب العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والرابعة الحسيرة التي لا تنقي التي تصرف كأنها مجنونة يعني في نوع من الجنون يصيب البهائم أحيانا إخوان كجنون البقر هذا مثلا هذا يتجنب يعني ثم الباقي يعني العلماء خاضوا فيه يعني مثلا مقطوعة الأذن مقطوعة القرن أو اللي قرنها مكسور أو ما إلى ذلك العلماء خاضوا في كل هذا يعني خاضوا فيه في كثير من المسائل ما عندي وقت أن أشرحها لكم ربما إن شاء الله نشرحها في درس أو ما إلى ذلك ما هي شروط التي يعني يفضل أن تتوفر في الأضحية ولخصها لك الشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية هي الشروط التي يجب أن تتوفر في العروسة العروسة يعني يوم ترح تقدم العروسة كيف تبغيها؟ العيون والقوام والأذان والشعر السايح مشكلة؟ أرى بعض الأخوان يبتسمون ما إن شاء الله فالشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية تخيل كأنها عروسة يعني كأنك تطلب عروسة وتذكر أنها ستكون أضحية لمن؟ لله عز وجل فاختر الأفضل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي يعني كما ذكر العلماء وأهل الحديث كان يضحي دائما بكبشين أملحين يعني أقرنين يعني كباش لها قرون ظاهرة وأملح معناته أبيض أو أبيض مشوب بحمر هذا ما كان يضحي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يجرني إلى سؤال أي البهائم أفضل أن يضحى بها البدن يعني الجمال أما البقر أما الغانم الإمام مالك يرى أن التضحية بالضأن هي الأفضل والسبب يقول أنها طعمها يعني تعرف نحب الخرفان ما شاء الله يعني يقول أن طعمها ألذ من غيره لكن الصواب الله أعلم يا إخواني أنا أرى أن الأفضل هو الجمال البدن رقم واحد يعني ثم البقر ثم الغنم لماذا أقول لكم هذا الشيء تعرفون الحديث المشهور الذي رواه الإمام البخاري من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم ماذا بدن صح ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة صح ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أملح فالترتيب النبوي هذا ربما هو أولى أن يتبع بغض النظر عن ما كان فعله صلى الله عليه وسلم وفعله على العين وعلى الرأس ولكن أنت تعلم يعني الجمل يعطيك ويجلب لك أجل أكبر فهو يعني كنت وزعه على قبيلة ما شاء الله فيكون الأجر أكبر وطعم الجمل يعني نحن كنا نأكل الجمال في السعودية تقريبا أسبوعيا طعمها لذيذ هذا يعتمد على الطباخ طبعا إذا كان طباخ ماهير يجيط طبخ الجمال فهذا ما أذهب إليه وفي كل خير إن شاء الله يا إخواني في كل خير ومن بابة تذكرة الجمل يا إخواني من الممكن أن يشترك فيه سبعة وبعض العلماء يقول ممكن أن يشترك فيه عشرة والبقرة سبعة والضأن واحد لا يقسم الضأن على واحد لا يضحك عليك واحد يقول لك تعال أنا وأنت وأحمد وخالد كل واحد يضع 20 دولار نشتري خروف صح؟ وعلى فكرة عن كل أهل بيت شاء واحدة أو بهيمة واحدة تكفي يقول الإمام النووي وإن كانوا مئة عن كل أهل بيت تكفيهم الشاتة الواحدة طيب ما هو المطلوب من المضحي؟ هل هناك أي أشياء مطلوبة من المضحي؟ أو الشخص الذي نوى أن يضحي مثلا هذه السنة؟ نعم هناك بعض الشروق التي يجب على من قرر منكم أن يضحي أن يتقيد بها قالت أم سلم وأمنا رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأثاره أعيد؟ قالت أمنا أم سلم رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأثاره ترى هل هذا من باب التحريم أم من باب الاستحباب؟ أيضا العلماء اختلفوا والظاهر إخواني أنه من باب الاستحباب أن تمسك عن شعرك وأظافرك وأيضا خاض العلماء في السبب يعني لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مننا أن لا يعني نقص شعرنا أو أن نقلم أظافرنا قال بعض العلماء لأن حتى نكون متشابهين أو على وجه الشبه مع الحجاج أنت تعرف الحاج ممنوع عليها أشياء كثيرة غير أني أرى والله أعلم أننا ما اعتقدنا هذا السبب لأن نحن هنا يحل لنا معاشرة نسائنا ويحل لنا أشياء لا تحدد الحاج ويعجبني ما قاله أحد الأئمة قال أو أحد العلماء قال إنما جاء النهي عن تقليم الشعر أو قص الشعر وتقليم الأظافر حتى يكون المضاحي كامل الأجزاء في العتق من النار في العتق من النار هو المضاحي سيعتق من النار أي والله سيعتق من النار كيف سبحان الله أي أجر وأي خير أقول لك كيف إن شاء الله في الجزء الثاني من الخطبة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل دم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدأ والصلاة والسلام على محمد خير الورى خير من صعد من خلق الله إلى السماء وخير من مشى على الثرى جاء في بعض الأسانيد والآن تحدث عن أجور من يضحي أجره عند الله عز وجل جاء في بعض الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن المضحي له بكل شعرة حسنة في شعر تلك البهيمة صليت على رسول الله في كل شعرة حسنة وبالتالي في اتجاه المعاكس تسقط عنك سيئة وخذ عندك هذه وبكل قطرة دم حسنة سبحان الله فضل الله يؤتيه من يشاء وبالتالي عن كل قطرة دم تزاح عنك سيئة سبحان الله وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض وخذ عندك هذه الأخيرة ويغفر له مع أول دفعة دم تخرج من الأضحية تصور معي كل هذا الفضل العظيم هذا كله بمئتين تلتمئة دولار تصور سبحان الله العظيم يعني شد حي لكم يا وجوه الخير ترى والله يعني هذه الأضحية عند الله لها مكانة وتجلب لك الخير وتجلب لك بل تفتح لك كما قلت أبواب الجنة لأنك بمجرد أن تذبح ولا تنسى يعني بالشيء يذكر لا بد من ذكر الله عليها والسنة أن يقال بسم الله والله أكبر يعني لا بعض الإخوة نسمعهم عندما نذبح في الأضحى يتوسعون جدا في الذكر اللهم عني وعن الحج زينب وعن الحج خالد وعن الحج أحمد وخالتي فاطمة وخالتي كل ما هو مطلوب منك أن تقول بسم الله والله أكبر ثم تذبح وشيء واحد تستطيع أن تزيد وسؤل هذا السؤال وسبحان الله قال يعني هذا ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا أنه يعني ضحى عن خديجة زوجته التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم كماء عينيه أو عن بناته التي متنى في حياته ما ضحى عنهن أبدا إلا أن الشيخ يقول الشيخ عبد العزم باذ غير أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام وقال له يا رسول الله يا رسول الله ضحيت عن ابني فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأله إن كان ابنه حيا أو ميتا أجازه فأخذ العلماء من هذا إخواني أنه لا بأس لا بأس يعني والدتك متوفية والدك متوفي أخوك أختك زوجتك إبل لك وأردت يعني أن تضحي يجيب خروف زيادة وتضحي بالنيابة عنه يقول الشيخ عبد العزم باذ لا بأس لا بأس وهذا يعني أول شيء في منفع للأحياء وفيه منفع للأموات ينتفع الأحياء فقراء الأحياء باللحم ويفرح وينبسطوا في العيد ويذهب الأجر إلى الميت في القبر أخواني وأحبابي في الله قبل أن أختم إن شاء الله عندي يعني مشروع أقوم به في كل سنة في هذه الأيام أيام النحر هو مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي فمن كان منكم عنده يعني مخطط وجاهز وكل حاجة فتوكل على الله ومن كان منكم يريد أن يضحي لكن لا يعرف أين الفقراء في هذه المدينة أو ماذا يفعل بالجزء وهذا يعني أيضا تعرفون أنه من السنة السنة الأصلية يا إخواني أن يأكل وأن يطعم كما قال الله عز وجل القانعة والمعتر والعلماء وضعوا القرابة في النص من باب الإحسان أما الأصل أن تأكل منها كما قال ربنا عز وجل فاكلوا منها وأطعموا القانعة والمعتر الأصل منك أنت تأكل وتدي الفقراء والمساكين وكما قلنا الأقارب يدخلون في النص من باب من باب الإحسان إلى الأقارب فمن كان منكم يعرف أي ناس يذبح أو من سيوذع وجاهز وعنده مخطط وكل حاجة فالحمد لله ومن كان منكم يريد أن يضحي ولكن لا يعرف إلى أين يذهب باللحم فإن شاء الله تعال إليه بعد الصلاة أو خذ رقمي من الإخوة من الإدارة وإن شاء الله سأتواصل معك تستطيع إن شاء الله في يوم النحر بعد أن تذبح تتصل بي وسآتي وأخذ اللحم منك وأوزعه على فقرائنا في هذه المدينة إن شاء الله وهم كثر على فكرة وعلى فكرة في ناس لا يرى اللحم هذا الحمد لله ربما نأكل لحم يوميا معنا ومنا وبيننا هنا أناس لا يأكلون اللحم إلا بالأسابيع وربما بالشهور فهذا الوقت لنطقل الفرحة والسرور إلى قلوبهم يتصل بي إن شاء الله وإن شاء الله سآتي إليك أنا بنفس حاجة عندك أخذ منك قسم الفقراء وأذهب وأوزعه إن شاء الله يريد أن يضحي لكن ليس عنده وقت ليذهب ويضحي ويقطع اللحم هذا فإن أردت أن توكل مؤسستي أو توكلني إن شاء الله فحيها لإن شاء الله نحن جاهزون للقيام بهذا الشيء إن شاء الله كل ما عليك فعله هو أن تأتي إلي إن شاء الله بعد الصلاة تأخذ الرقم أو تأخذه من الإدارة إن شاء الله أخيرا إخواني وأحبابي في الله هذه سنة أبيكم إبراهيم وفديناه بكبشة وفديناه ماذا تقول آية؟ وفديناه بذبح عظيم هذه سنة أبيكم إبراهيم وسنة حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم وكما قلت لكم الإمام أبو حنيفة يعني يوجبها على الميسر من كان عندها القدرة الميسر أو الميسر الحال الإمام أبو حنيفة يجعله عليه واجبة يأثم إن تركها نحن نقول أنها سنة هذا هو ما ندين الله به لكن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ألا وصلوا وسلموا وباركوا على خير الورى خير من صعد من خلق الله إلى السماء وخير من مشى على الثرى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد اللهم اغفر المؤنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تجعلنا في هذا المقام الكريم مهما إلا فرشته ولا مريض إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم اغفر وارحم لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الرحمن وأقن الصلاة